اشتركوا في القناة نائب رئيس مجلس الوزراء في البرقية عن خالص التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لجلالة الملك المفدر عاه الله بهذه المناسبة معربا عن بالغ فخره واعتزازه بمنح جلالة هذه الشهادة الفخرية من الجامعة الروسية العريقة مؤكدا أن هذا التكريم المرموق يعكس المكانة الرفيع التي تحظى بها مملكة البحرين كنموذجا يحتذا به للتعايش السلمي والانفتاح البناء لمغتلف ثقافات العالم تقديرا واعترافا بتوجهات ومودرات جلالته الحكيمة المتواصلة وإسهاماته الخيرة في تحقيق التقارب بين المجتمعات وتنمية الحوار بين الأديان والحضرات المتعددة داعيا المولى القدير أن يحفظ جلالته ويديم عليه موفور الصحة والسعادة ويوفقه على الدوام لما فيه الخير والصلاح لهذا الوطن العزيز وشعبه الوفي ترجمة نانسي قنقر